اشتركوا في القناة 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 هذه وصفة طبيعية تعطي نتيجة ان شاء الله لكن استمروا عليها هناك احد الاخوات استعملت خلطة صابونة الحجر على الكف يعني الطبيعي مرة واحدة وقالت لما تعطيني نتيجة هي مرة واحدة يعني لازم تستمر على الحاجة يعني لما تستعملي وصفة داومي عليها لانها وصفة طبيعية باش تعطيك نتيجة ممتازة لازم الصبر والمداومة وتعطي نتيجة المواد الطبيعية يعني تعطي انا على ضمانتي وكثير اخوات شكروا الوصفة وعطتهم نتيجة ممتازة شوفوا كيف تتفاعل اخواتي الخامير الكيميائية مع المواد الثانية هكذا خليطيها جيدا بهذه الطريقة تعطي نتيجة رائعة مع الاستمرار يصدقوني اخواتي ثقوا بي استعملوها هي امينة يعني هذا بالنسبة الوصفة الاولى ننتقل الان الى الوصفة الثانية مكونات الوصفة الثانية اخواتي هي عندنا بذور الحلبة مطحونة مطحون الحلبة هذه قليل يعني ملعقة صغيرة من مطحون الحلبة الحلبة مشهورة في التسمين يعني تسيت لك في حجم الوجه يعني تعطيه نفخة رائع يعني نفخة رائع يعني عندك ذلك بذور زريعة الكتان بذور الكتان مطحونة كذلك ملعقة من بذور الكتان مطحونة وملعقة من الحلبة زبادي ملعقة من الزباديم ملعقة من الزبادة نضيف لها ماء نخلطها ونضيف لها ملعقة من ماء الورد ماء الورد ماء الورد يعطي نفخ للخدود ونخلط جيدا هكذا اعطيتكم كميات صغيرة ونضعنا الكمية الحجم ليكفيكم طريقة طريقة الاستعمال اختاري احد الوصفتين اختاري اما الوصفة الاولى او الوصفة الثانية تضعي عملية البخار لكي تفتحي المسام او فوطة مبللة بماء دافي تضعيها على البشرة لتفتحي المسام جيدا ثم تستعمل الوصفة هذه تجنب دائرة العينين طبعا استعمليها على الخدود على الوجه تجنب الانف كذلك لا تضعيها على الانف حتى اليدين بإمكانك استعمالها عليهم لتعطيهم تسمين تتركيها في البشرة لمدة 20 دقيقة حتى 25 دقيقة لا يضر ثم تبلي شريحة قطنية وتمررها على البشرة وتزيل الوصفة بلطف ثم تغسلي بماء دافي وتكرر العملية بماء بارد وتضعي مكعبات الثلج كذلك بالنسبة للوصفة الاولى نفس الشيء نفس الطريقة على الوصفة هذه يعني تضعي فوطة فيها مدافة تضعي كامل هذه الخلطة ثم تجنب الانف وتجنب دائرة العين لانه هي مسمينة لا نضعها على الانف ثم تتركيها لمدة 25 دقيقة حتى 20 دقيقة تغسليها بماء دافي ثم بماء بارد وتكرر العملية ثلث مرات في الأسبوع ان شاء الله تتك نتيجة رائعة وفي الليل قبل النوم دائما ادهني بوجهك وخدودك بزيت الزيتون اي نوع زيت الزيتون يكون اصلي وحقيقي يعني زيت الزيتون يعني يكون عندك هو ممتاز زيت الزيتون يسمن الوجه يعني لما تستعملي كمساج يومي رح يتغلغل في البشرة ويعطيها تسمين توحيد لللون يعطيها لمعة ونفخها يعني تنتفخ طبيعيا يعني نفخ الخدود طبيعيا اعملي مساج بزيت الزيتون كل ليلة الطريقة مثلا هكذا من هذه الخدود تعملي هكذا كأنك تعمل بشكل دائري على الخدود ومن الاسفل الى الاعلى ومن الاسفل الى الاعلى هكذا للوجه بزيت الزيتون هذا الطريقة يعني بهكذا ودائري كذلك كل يوم كل يوم لو تستعملي هذا المساج يومي طبعا المسافات 3 مرات في الأسبوع لكن المساج يومي راح تعطيك نتيجة ممتازة تحسي بامتلاء للواجه والخدود نتمنى ان شاء الله تجربوها لانها رائعة ومكوناتها طبيعية ونتعطيكم نتيجة ممتازة ان شاء الله اذا اول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فورا نزولها نشكلكم حبيباتي على الدعم نشكلكم على ثقة نشكلكم على الانضمام الى قناتي وان شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم سلام